دعوة وجهها وزير الإسكان في حكومة الكيان أوري أرئيل لرؤساء مجالس المستوطنات تنذر بالاستعداد لاستقبال ألاف اليهود من فرنسا بعد حادثة تشارلي إبدو انسجام واضح مع تصريحات قادة الكيان على رأسهم نيتنياهو لاستكمال خطط تجميع اليهود في الأراضي الفلسطينية طلحت من قبل وزير الإسكان الإسرائيل وذلك من أجل تعزيز الاستيطان استغلالا لما جرى من فراغ أمني موجود أو مزعوم موجود في أوروبا وبالتالي يريد هذا الوزير أن نستثمر هذا الموضوع إضافة لكونه عبارة عن دعاية انتخابية لكي يعزز وجود اليهود المتطرفين في إسرائيل من أجل استجلاب أصوات أخرى لحزبه المخطط الذي كشفت عنه القناة العبرية الثانية يتضمن البحث عن مستوطنات مفترضة لاستيعاب وافدي فرنسا وتوسيعها بالتنصيق مع ما يسمى بالصندوق القومي الإسرائيلي معنى ذلك أن مزيدا من أراضي الفلسطينيين في الضفة ستكون عرضة للسرقة من أجل هذا التوسع يتسعى الاقتلاع الفلسطيني والاستبداله بأي يهودي يدعي أنه يهودي في هذا الكون وعليه أن هذا القرار هو خطير من هذا الجانب ويؤشر بأن هناك استثمارات ومزيد من الاستثمارات لتوسيع الاستيطان على الأرض الفلسطينية الكيان يعمل على قدم وساق في سبيل بناء دولة المستوطنات في الوقت الذي تزداد فيه المطالبات الدولية بوقفها عدد المواقع الاستيطانية ازداد في الآونة الأخيرة ليصل لما يزيد عن 470 موقع بينهم 220 مستوطنة فوق أراضي المواطنين المطلوب من الدبلوماسية الفلسطينية ومن القيادة الفلسطينية التوجه فورا لرفع شكوى لدى محكمة الجينات الدولية ضد حكومة الاعتلال لأنها شكوى ناجحة بكل معنى الكلمة الفقرة رقم 49 من اتفاقية جينيف الرابعة تعتبر أن الاستيطان هو جريمة حرب ويحاكم كل من يستغل الأراضي الفلسطينية المحتلة يحاول الكيان خلق معادلة جديدة لشرعنة الاستيطان في أراضي الضفة المحتلة استغلال للحدث الدولي ومحاولة استثمار لاستجلاب مزيدا من اليهود لقناة اليرموك الفضائية حمد الأطرش الضفة المحتلة